موسيقى مشاهدين الأكريمين ما كنتوا سبعة الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم صباحكم ورد إن شاء الله أيامكم كلها ورد وفل وياسامين عدد جديد وكل عدد بفقاراته المتنوعة نتعرفوا عليها لكن بعد الفاصل موسيقى ما قلنا عدد جديد بفقارات متعددة ونبدأ بأول فقرة لنهار اليوم هي فقرة تحويسة مع ليلة ونحبه مع بعض بليلة صباح الخير ليلة أميرة صباح الخير عليك صباح الحمد لله ونسيا حمد لله حمد لله يا ربي صباح الخير عليكم أنتوا ومشاهدنا الكرام مرحبا بكم معنا لحي سلمك ليلة وكي معاوتينا وجهة جديدة ونحسديننا اليوم دائما مع السياحة مع التحويس مع اكتشاف مناظر بلادنا وجمال بلادنا لذلك اليوم أميرة سنذهب إلى الجنوب الجزائر واحد الولاية بزب 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 شابة معروفة عالميا باللي شابة ورحنا لها ديجا من قبل ونحن نعود نقول لها والتي هي؟ والتي هي ولاية تامنراسد نحن نعود نقول للصحراء الجزائر تلمون صحرات عنا بزب شابة والله يبارك ما تخلص ونخلص فيها الوجهات السياحية لذلك نحن نعود نقول للصحراء صحرات عنا بزب شابة عنا بزب شابة بزب شابة ديجا حكينا عليها في درت عليها جزئين ديجا حكيت عليها واليوم حنروحو بالتحديد إلى هدبة أتاكور البركانية واللي ينبع منها قلتة أفيلال وين جاي هادي؟ هادي أفيلال كما قلت هي هادابا جاي في الأتاكور وفي وسط صحراء قاحلة لذلك المنبع هذا جاي في وسط الصحراء القاحلة ولي يتميز بغرابة شكله وجمال المناظر الطبيعية اللي فيه ماشي بعيدة بزف على الأسكرام وعلى بنا بلي جيبال الأسكرام معروفين بزف ومديجا بلاسة شابة بزف ومعروفين تاني نشوفك لا تعرف شوية باش معروفين الأسكرام أنا سان سامون صحراء جامل رح تلع الليلة وقلت لك قبيلة في الكواليس ولي مدابية اليوم نعرف شفية باش كنتم نرزلتها مع زميلتنا مريم اللي نحيوها درنا الأسكرام وقلنا معروفة بأجمل شرق وغروب عالميا وجيني غالمون السياح يجوها نعود نذكركم توبا مشاهدنا الكرام أنه السياح من داخل الوطن ومن خارج الوطن يروحوا إلى جبال أسكرام باش يشوفوا شرق وغروب الشمس وصنفات من أجمل الغروب الشمس في العالم كيما قلت بلاساها بزاف شبا ماشي بعيد عليها بزاف تلقوا هادابت أتاكور هادي البركانية واللي فيها منبع ولا قلتت أفيلال والقلتة هادي أميراء فيها المياه على مدار أربح فوصل كيما نشوفو في الصور نيلة وكيما على بنا تاني أنه في الصحراء كاين الجافاف الجافاف سيبوخصا الأماكن هادو ما عندهم أهمية كبيرة وينفق يتواجد فيها الماء والقلتة هادي تعتبر المنبع الرئيسي وين يروحوا أهل المنطقة واللي يسكنوا بالجوار عليها باش يعمروا الماء للشريب للساقي ولا كامل تلبيات الحاجيات دي لهم يعني ماء صالح للشرب ماء صالح للشرب جوستمو وتاني ينبع فيها واد أفيلال واللي ينبع من جبال تيزوية كيما قلت قرب منطقة الأسكرام ومنه ما يرسو القلتات والقلتات هو جمع تا قلتة سيبوخصا سموها قلتة أفيلال ومعندكش سؤال هاكدا يعني نخمم كم لي باش بدال أسئلة تاعكي لعادة ما عليش بالك نسبقك أميرة باش كيتو جغد تقولي لي وعليش سموها هاكداك أفيلال اللي تعني القلة ولا الجرة واللي هي يعني أواني فخارية تقليدية معروفة في الجميع نكسموها نسبة لي لها قلتة أفيلال وفي هاد البلاسة هادي ديجا بلاسة شباب ساف توريستيك بلاسة في وسط الصحراء من غير هاد القلتة أو الوديان هادومة أو الرمال الدهبية كما تقولي ليلا كل مرة كاين أنا ويش نحب بزاف كينا نخرج على العاصمة الأسواق تحوم التقليدية الأسواق التقليدية الغلاف الصحراء عندهم أسواق فغير ما عندها أنشاق بسيار كل شيء تقليدي جميع كل شيء تقليدي والأسواق ديهم كبيرة بزاف كبيرة وثاني نلقى تجار حتى من خارج الوطن قالوا إلى فينه حسنا أن البلدان المجاورة يجعون نخرج الأسواق على الصحراء ويخدمون ليس ذلك ما نصل إلى الصحراء ونصبح على صحراء حتى متوجات أخرى نلقىamos الصحراء اللي معروفة بالصحراء الجزائرية ها تم تجعله تقليديا طبيعهم 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 الأسواق نحب ثوابل نحب ثوابل إنه مغروفة في الصحرات مدى بيناك هكذا ترجعنا تلاحظين ليلة؟ إن شاء الله يا ربي ما زلوا بزاف بلايس في تلمسان ماذا اتكرنا همش مادرناش عليها بزاف مادرناش عليها بزاف شفتيش حال بلادنا شاب الله سيبارك شوف الولايات تنسىลوّا لا كل ولايات جيك في باك تتفكري وحدوخرون إن شاء الله هيكون عندنا الوقت الكافي باش نذكروا كامل ولايات بلادنا إن شاء الله سننرحوا لهم ساح ليلا ما قادش نحضر عليهم إن شاء الله يا ربي. كما تقول لي مريم في الكونجي. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. نبقى توجوغ أميرة مع المنبع المائي وقلتت أفلال هذه للوحة فنية طبيعية رهي جاية في وسط الصحراء. ولي تقدروا تروحوا أنتم مشاهدينا تروحوا تزوروها وتكتشفوا روعة المكان هذا. المكان هذا ليس فقط للسياحة ولكن الماء تاني قلنا أنه يعمروا من الماء. فيه تاني طروة نباتية وفيه العديد من أنواع النباتات اللي تم استغلالها للصناعة التقليدية والعلاجية. هذو كل نباتات يستفادوا منهم تاني كاستخراج الزيوت والمشروبات والمشروبات هذي عندها فوائد بزاف. أكيد كل حاجة طبيعية فيها فوائد. يدواء بهم سخطو سكان المنطقة هذي يعرفون مليح البلاصة على النباتات هذه. صحراء الجزائرية وسكان صحراء يعني معروفين بالخلاطات على الأعشاب. طبيعية. هذا البلاصة هذي واحدة من الأماكن اللي فيها ثروة نباتية وينتلقين الناس يرحوا بالك لهذه البلاصة. أخيراً بشيء يجيبوا كاش دوا والزيت والليس حقوها للتداوي. إن شاء الله. دونك معروفة تاني بالحيوانات البريا الطيور والزواحف. وكين يعني اتكرنا نحن الحيوانات هذي القلتة هذي رهي محمية عالميا. علاش لأنه الطيور المهاجرة يجو من بلدان أخرى. يلاحقوا المكان هذا يحبطوا بشي شربوا منو. دونك سيبوخة يعني عالمياً راهي محمية وين لازم يقول لك تبقى نقية. داير ممنوع سيباحا فيها. داير مو شاهدنا الكرام. كيتروحوا لتمامامام سيكون سخانة بزاب. إذا دوم أم في باشي عمو. ممنوع منعاً باتا. صح الوحد لازم يحترم. لازم يحترم. ودائرين تاني العساس اللي يخدم التما باش يعس. مبليجي يبو ريو تنمام دالاري صغار. كيف سيكون لازم يحبه وجمال ، سيكون لازم يحبه فيه. أم لا يعرفون المكان. سيكون لازم تجرمها أو نعوم نغمئ. لكن لا، يشربوا منها. ويشربوا منه عادي ويطيبوا منه ويغسلوا بيه لذلك يخصى الوحد يفتي باش يعوم فيها ولا يتهور ولا يخمم باش يعوم فيها ممكن ما نطق هكا ناس تقول لك نحن نعوم سخانة وها ما تكون ش محمية ولا تكون خاطرة على ساختها خاطرة شخطو خاطرة كما ندرنا خطرة في فلم ديها إلا راني شافية على واحد الوحد هكا ممنوع لسباحة وناس بزاف تعوم بزاف ناس يعوم وش في نقولها تهور انا شفها تهور باش يدو بصحتهم يعني الهالك بروحهم الهالك ويقدر ما يكونش على بلهم مقبل سما يفون ميو واحد يصبح على المكان ويشوفها يعني مبادرة مليحة انهم دروعوا في هذا المكان هذا باش يعس الناس ويقولون بلي ممنوع ممنوع السباحة باش يوجههم وباش يحرصهم تاني باش في كيين مام يلقى بلاك ممنوع سباحة هو يعوم ما عندوش كامل مشكل دونك فالتاني فيها الأسماك الأسماك في الصحراء بزار شو ثم اي مارك تكن من في الاستباع لما ما يقول لك نتميز بغربتها وبجمالها منذ أن تذهب لسحراسة تلقي قصر والتلقي الوزيال تلقي الوزيال تلقي تاني الحوت وضعها غيبان وتقدر تتشوفها فاهمتوا. ايضاً. حسناً. ممارات جديدة. كمهما يقولون. لازم يرح. لازم يرح. لازم يرح. ان شاء الله يا ربي. نزيد لكم باللي هادة قلت تقافي لال. هي موقع سياحي مئة بالمئة. وبعيدة بحوالي عشرة كيلومتر من ممار اسكرام الشاهير. ممار اسكرام الشاهير اللي هدرت عليه في الأول. هو ممار معروف بزاف. ويستقطب بزاف سياح الأجانب. واللي منو تقدر تشوفي. كوشي تصولي. تحت روعة منطر جداً رائع. وتاني اميرا. الناس وشي ديرو جاني غالما. والسياحي يروحوا البلاصة هاتي. يروحوا بيانشو مع وكالات سياحية. هي ملأفتل. بس واحد يكون. باتوا التما. باتوا التما يقعدو الدينوي. ونيديرو لاتانت تاحهم. هي مليحة دي جا في الرباع. مليحة الواحد يروح لتما. بالمال السحراء. لسحراء دائماً. لسحراء دائماً. باتواعدة. نعمة نعمة. باتواعد الأزراء. كذلك سمع المواركة السياحة. تحصلوا باللل؟ نعمة. تقالبوا في النهار. تحصلوا باللل؟ نعمة هناك التي يرغن في خلال الليل. هم اللي يحبوا البيتات برا وتحت القمر على دوء القمر يديروا اتايات، يديروا ميزيك، يديروا السحرات، سحراوية ما شاء الله، ما شاء الله، جغف غير بلاسة غيانة أتيغ هل تشوف خالفين الليلة بشروح ولا كيف أشوف؟ لازم، 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 هدا واجب هكا باش الناس لي ما تكونش عندها فكر على هاد البلاسة باش في علاش كي نقولو تم نراسة معروفة كي ما قولنا بالأسكرام بالأعلاقي مالي هي تم نراسة معروفة، معروفة سياحية كذلك ذلك علاش لان نزيد لهم القلتة هادي اللي هي تاني بلاسة شابه بزاف وشخطو الناس اللي يتحب المعباكي كين يشوف الما يريح زي عمام ناس تعال الشامال يشغل كيرو حوز الصحراح يلقوا وريماليتو كيشوف الما هذا كيرياح مع هادك الهودوء تها الطابعة فغير من واحد يبدل شوية هي ملاح واحد يبدل كما قلت من الصحراء من ذاك بحارة من ذاك صحراء من ذاك دبال كذلك تنوع نحتنوع ليلا ومعلومة أخرى حول المكان هذا وين تم إجراء بالمنطقة عدة دراسات أكاديمية وبحوث حول التنوع البيئي شوف الله يبارك على بلادنا الجزائر القارة إنه من في الصحراء وفيها تنوع بيئي وتابعة لمراكز بحث وجامعات محلية ودولية يعني ماشي فقط من الجزائر حتى من خارج الجزائر عندهم فضول باش يروحوا لهذه البلاسة ويكتشفوا أصرارها ولهذا الحيز من ميزات نادرة لا تتوفر عليها يعني مكاش فيها بزاف كما قلت ثروات ناباتية ولا حيوانية اللي مكاشها في العالم كامل تلقيها غير في البلاسة هذه وعليها صنفت في قائمة المحميات رامسار لذلك محمية عالمية وطنيا وعالميا ودولة تعنارة هي قائمة باش تحرص المكان هادك باش تحافظ على النظافة تاعوه على الأمن الأمان فيه وطني جماله أكيد كنا تكلمنا من قبل فحصتنا حصت صباحكم ورد على الرامسار بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطيبة ومن بينهم هذه المنطقة اللي كي تحكي عليها اليوم الليلة أفعلة لذلك ما كنتش معاكم أنا ما كنتش معنا ما كنتش معنا ما كنتش معنا أستضفنا هادية هادية اللي تدروها في قائمة المحميات العالمية استضفنا رئيس من جمعية اللي تحمي مثل هذه المناطق الرطيبة مه الرطيبة أستخدر الأن ونصرفي بها ومعنا مثلنا في بحيرة الرغاية نحن بالكترى أن تنعلم عليها لحقد أيضا لطفق حنا كما قالوا لصرق عدوة هادية حسنا أكتبت تريد تدريد أن أعطيني أميرة تستينا شكلتك أكتبت تدريد أن تستينا أكتبت تدريد تدريد أن تقصد أكتبت تقيب الأميرة هادية لحنا إن شاء الله سوف تخطرها جيدا لا يوجد مشكلات أخرى هنا نحن نذهب في فوالا كما قلت لك لا أخذتها كما يجب أن يذهب لا يجب أن يذهب معها في الإسلاح وهي البحيرة مليحة وفيها أخرى أنواع من الطيور وكما قلت لأسماك وهناك مناطق خضيرات تريد أن تضيف مكلة كاملة لكن نحن نضيفه لم يكن يكفل للناس لكن أغلبهم يذهبون إذن فإن يجب أن يذهب لذلك يجب أن يذهب لأنه يستخفض علىها لن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب هذا شاب ضيفة نحن نعود نذكر المشاهدين ولكن حيث في التعليد نحن نذهب في غير رجال في تاريد كامل الحملات التحسيسية تقول أن تحفظوا على نظافة المكان نظافة البيئة شفنا أنه ناس ما تاخدش الأمر هذا بجدية ويراحوا جوزوا الغيفايون في الصحراء وإحنا على بلنا شحن للناس يحبوا رحوا الصحراء في الغيفايون خاصة يعني في فراس العام وبعدها يجوزوا صحرات يعجبهم الحال أبخي يخلوا الدنيا كامل مراهم هكذا كموسخال وكل الصحراء نقية بزا في الجنوب بتاعنا نقي أكيد خاصة في هاد الأوين الأخيرة يعني شوفوا في أواحد دخلاء للدرحة أكيد نظيفهم ونقية حمتك أحسن حي أن نظف حي كما ينظف أحد أخرى تروح تلويت وثاني الجنوب كما يوجد غشية بزاف أميران ما تلقيش عندهم تلويت لكما تروح أطنك سائح أو لازائر وتلويت راح تبان أهل المنطقة راح يشوفوا بالإفضاء لك جاو ديتو وغيشت لعدنا هما يلويتوا الماكة سحكي ما تتحافظ على نظافة حيك والبيت كذلك تحافظ على نظافة البالد كاملة يجب أن يجعل البلاستون القياة نقلوها ونعودوها لذلك إن شاء الله تأخذوها على محمل الجد وإن شاء الله ما زال الدنيا طويلة وإن شاء الله نشوفوا توجوه بلدنا شابة ونقية إن شاء الله الليلة إذا كانت هذه الوجهة تاكلها اليوم؟ هذه هي الوجهة اليوم اللي عجبتني بزاف وضايخ شفتوا لي فوتو إن شاء الله يكونوا تمتين يعجبوكم إن شاء الله كامل تكون عندكم بفرصة بيش تروحوا تزوروها إن شاء الله الليلة نسنوك في عدد آخر مع وجهة واحدة أخرى إن شاء الله يا تكسحة ليلة مشاهدينا برنامجنا مزال متواصل معكم بفقراته المتنوعة نروحوا فاصل قصير ولنعودة موسيقى عودة لكم مشاهدينا من فقرة تحويسة إلى فقرة الجمال والأناقة فقرة لايفستايل مع رانيا وصباح الخير رانيا صباح النور أميرة وشراكي لا بس حمد لله أنت بخير؟ والله الحمد لله وصباح الخير عليكم يا عزيزي المشاهدين عودنا ولينا لكم فقرة لايفستايل برنامجكم صباحكم ورد وضع أكيد كل عداء دازشوس لهم نارانيا أو نصائح في اليوم؟ كل خطرنا بذلك خطرنا نضع حواج ونضع دازشوس أو خلطات طبيعية من يوم قلنا إبوكوبا مادامنا ننضيع مكياج بزاق وعليش لا نعرف إصبال التمكيان ما نضع فيه لدينا المليح حتى أول مالذينا نضع الحاجة وعندما ترى مليح يستعمل بشارات دهنية و الجافة و مليح وهناك الكثير من الناس تشريه مليح و مليح و مليح ينحق حيث يجب ان تقوم الحياة باكما يعرف كيف المليح مع الطبيب وعن ذلك يجب ظهر كيف يكفي الى الكنفات نبدأ اللوميسلاغ أصدقاء يجب كثير على مدعب الاخرى لأصحاب الدهنية لأنه خالي من الزيوت لا يوجد كامل زيوت لا يوجد زيوت لكم ومجهكم تستعملوا بأنه ينحي تخبيه ويقومون بمارك ويقومون بمارك هنا ترى مارك ويقومون بمارك هو أحسن للبشرة الدهنية سوف يعملون بكثير لأنه خالي من الزيوت لا يوجد زيوت لأن البشرة الدهنية يتجار لها الزيت ويقومون بزيت المخصوص الزيت الذي يخرج على وجهك لأن البشرة الدهنية ينظرون الحب حيث يجب أن ترى الزيت ويقومون بجانب مستعمل هي معروفة أنه أصحاب البشرة الدهنية يتجار بالبوتر ومجهجهم لديهم مشكلة على البشرة ولدينا أيضا أنه لا يكبرون بالخف ولدينا ولم يضحون بالخف لدينا ولا يضحون بالخف حيث هذا لدينا حقاً جداً ويشيء نوع جديد في فترة المراهقة ولدينا وكما قلنا يجب ان البشرة الزيتية يجب أن يدعونها جميلة دائما نقولونها لدينا زيتية لم يدعونها جميلة ولكن لماذا؟ لم تدعون زيت بشكل زيادة كنت تعمل به الزيت وعندما تدري تنفع الزيت مقابل في الوجه يجب أن تقوم بفرض الأمور ومعلى بها تقول الزيت يجب أن تتطاق منه لا نبخ الموجه في وجهك تستعر تدفع ومعنى ما هي الزيتون والذيطون كما زيتون يجب أن يجب أن يحب تحب 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 الموجه لذلك لا تشبه اشترت عن المسائل نحن جدت في الأعمال لذلك لا تستخدم الضيط في نهار فإن كذلك أدخل ايضا يقولون زيت اشاعة الشمس يعملون زيتون ومعروفة كما قلت بصح أي أن يستعملون زيتون يحضرون زيتون ويحضرون للمشاهدة يحضرون زيتون الذين يحضرون زيتون يحضرون زيتون البكر ينسبت على زيتون الزيت الشاي هو المعروف أنه مليح وما ينود بكثير الحب وزيت الجوز الهند هو معروف بكثير أنه يعالج لابو وينحي القحر والقشور والسر الذي ينود في الوجه البشرة الجافة سيخته نعم الزيت الجوز الهند يستعمل كل أنواع البشرة من غير البشرة الحساسة أنا ننصحكم بوالو رح يشوفوا طيب البشرة الحساسة الوحد يرح يشوف دغماته بالنسبة لأنواع البشرة ينود الصرف الاختلاف المناخ سينود الصرف في البشرة لا يمكن أن تستعمل زيت الجوز الهند بكثير وأنا أعلم عنه هنا يوم سيكون لابو سجرانية أو لابو ميكس تتهمم فشتات والكاريطة هذا يجب أن تكون لابو سجرانية هناك شيء آخر يوجد لابو سجرانية لابو سجرانية أو لابو سجرانية و أن تكون لابو مليح البشرة الضونيائية لا يوجد زيت الجوز الهند المناخ سيكون لابو مليح البشرة الجفة لأنه معمر بالزيت الجفة يستعمل كمرطب للبشرة نضعه فيه وضعه كضي مليح البشرة وبمضعه كضي مليح البشرة بشكل جيد لا يجعل البشرة الحمار كم الشركة الحمورية يدعون لابو سجرانية حمارة هذا المناخ سجرانية لا تحمر و لا تنحي الماكياج لا ينصح بها لأصحاب البشرة الدهنية لأنه سيضع لكم الزويت و لا ينصح لكم الزويت إذا كان لديك الماكيون و إذا أردت تعرف في الماكيون فهنا نحن نعرف بشكل يوميكس أو ميكس أو جفة أو زيتية الثالث هو بيفازي يوجد طبقة زيت يوجد نسبة توميسي و نسبة زيوت هذه النسبة اولا تشده لترجع مياه ونخلطه بيان باش نتلقذ في وجهنا هذا مليح لأصحاب البشرة الحساسة تأكد منها بيان لأصحاب البشرة الحساسة تقدروا نتلقذ وبالتبع مفيد جدا للبشرة وننشف لذي تدعم لأبوديا لكم تتحسس هذا مليح لهم بثاف عندنا اصي مليح للمكياج واتر بروف ينحي مليح الواتر بروف ومليح لهذه منطقة تحت العين ينحي الماكياج ويزيد رطب لكم هذه المنطقة التي تحت العين ولكننا نعرفها بشكل كبير وقلنا بشكل مليح للبشرة الحساسة وينحي تخبيان ويفيد الواتش يرطبه ثاني ويغضيه بالزيوت الذي يوجد فيه يستعملوا أصحاب البشرة الحساسة الدهنية والجفة لأنه لا يوجد كامل زيت كما لولادي ماكيان ومشي كامل أوميزيلار كما الآخر يستعملوه كامل أنواع البشرة ومعروف بالزيف حتى كنوحون شروع ديماكيان ونلقاوه بالزيف لازم كي تشوفوه تلقاوه من فوق طبقة تعلون وحدة خرص وصفر والزرق يجب بها الألوان بالكتراب ولكننا نشوفوه في الصور هنا تشوفو باللي فيه طبقة تعزيوت وفيه طبقة تعوميسالها هذا هو مخلط لا يخفى الشرانية أنه البشرة لازم لها عناية لازم لها قوماج لازم لها ترطيب ما سنقرّد ما تتشجع مخلط هل المصير تخ� עם للحاجز على العناية في البشرة وشيخ مكتب لعناء كامل السوق له هؤلاء حاجز على أملها ودرئ البشرة تستطيع حاملها في أوقات معينة لكي تحملها بروحة ويجب أن تكسرها لكي تحاملها بروحة ليس قوية كبيرةśnie لأبوا في هذه المرة لديك الامتوطال فيدئ من الحاوض في خريف كل شيء ودئة سيرون وفيتامين سي ينصح به الكثير من الله سيرون وفيتامين سي يجب أن تستطيع الامتو سيكيب حسب التجاعيد أكثر يشراك ومعرفة الآن لم أكن تستعمل ضميد فظميد أحسن ديماكيون الوجه هو زيت جوز الهند زيت جوز الهند هو أحسن ديماكيون الوجه مالغري زيوت الآخرين يقدرون ديماكيين وثاني ينحولك الماكياج ما الأحسن والذي يجرب بزافه هو زيت جوز الهند الذي يقدرونه في ناحية كل شيء هنا تك أنا أحسن ديماكيون هو سابونتر في تغسله في وجهك و كما يقولون ما تضر البشرة و رح تغسله و يتنقى بيكو ميل لكن صحيح سابونتر فين أحسن دائماً كما نعرفه و ينشف الوجه آخر و إذن نحن نقوم بلسابونتر في ترطيب و الذي نعرف سابونتر في ناحية ناحية سابونتر فين أولاكيign جوز الهند هو زيت الأرغان و القوانين و جسد بجنة رئيس و قامتر بالقصية تجربة أنا أنا أحسن ديماكيون إذن ناحية السابونتر فين الهند هو زيت جوز بزاف سابونتر فين ناحية سابونتر فين واحدة ديماكيين وثيقة مختلفة نعم اشبال المشفة لكنه مصنوع بزيت الأرغان ليس بزيت زيتون لكنه مصنوع بزيت زيتون زيتون وزيت زيتون يوجد نسبة على صديقي لذلك يملك الشفاء للبشرة لذلك يملكون بشرة لشفاء ولكن نعم اشبال المشفة هذا هو مصنوع بزيت الأرغان كما قلنا البشرة الجافة تصديقها سابون طرف ركي حتى تعاني قليلا في السابون طرف ينشف مهتم أجل تقوم باكيون بمطاعة فقط ونحن نحي أن تكون لديك الباب بحث يتم تجربة لديك الباب بأكيد وأجعلك الباب بحث يجب أن تقوم بها لديك الباب بحث يجب أن تقوم باشيط كل من اللقاء المترجم من قبل الأصوار لكي هناك كانت شريطة مليح الثلاثة أنواع المالدة إذا كنت في تلك دهنية يستطيع الت 준فكات المالدة نحن 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 تقديمين تكتبق قطина وسع enferma دعوة لحملتناس انزم الاقديم الآن لا تتخدمины فعندتك إلي Randheim الذي يحتاج إلى الت designation لماذا ي waihen من الفراب يجب أن تتغلق المسامات في المسامات وكما يتغمون خلايا لن يتغمون لك قبل وقت وعندما لا يتغمون لك منظره ونعود لك ومن بعد يجب به معالك يمكنون أن يخذهب لك في حالة ويضعون قليلا ويجبون فعلا نستطيع ان اضحي الألوان التي توجدها في وجهها كما قلنا نخطر لبان الذكر استعملوا الكريم الذي أخذناه لبان الذكر نتعرض لبان الذكر لتجد المنزل ونحن نخطر الكريم لبان الذكر استعملوه لا يمكن أن نصحكم بها أكثر من لبان الذكر كان المنزل يحمل الكريم تقرأ بالقلال ويخفظ لبان الذكر وهو ليس معنا يعجبون المنزل وكل أنواع البشرة ويرجacco حتى استعملوا حساسات لبان الذكر يجب إخداء الحساسات نعم لبان الذكر ششاقوا حيث وشعروا يدوهج لا تستعملوا بشكل معروف عليها أن يدير حساسية للوجه من أصحاب البشرة الحساسية هنا وشوفوا إلا تحسس لكم آيفيتي إلا تحسس لكم شو بروك عليكم يا تك سحراني على هذه المعلومات التي يجب عليهم كل مرة نستطيع أن نقولها بما يكملنا الفقرات إن شاء الله تكون أعجبتكم إن شاء الله في فقرات أخرى بالمواضيع التي تبروزوها أنتم في مواقع التواصل سلمك يا تك سحراني ونطلقوا في عدد آخر إن شاء الله إن شاء الله يربي ومشاهدين كانت هذه فقراتنا فقرات لايف ستاري إلا عندكم اقتراحات انتقادات ولا أي شيء تحبوا تستفسر عليه ما لكم ستتواصلوا معنا عبر صفحتنا لقناة جيل ديزادنا حفاظ القصير ونطلقوا مع آخر فقرة لنا اليوم عودة لكم مشاهدين مع آخر فقرة لعدد اليوم فقرة غاردن مع ريحانا وصباح الخير ريحانا صباح النور أميرا وشراكي لا بس الحمد لله ركا نشطة الحمد لله يا ربي وأكيد من كل صباح الخير للمشاهدين الذين يتبعون فينا عبر قناة جيل ديزاد وصباح الخير عليكم مرة أخرى وكل عادة ريحانا ما جيشي ديها فرغين ومشاهد النباتات شابين نجبت لكم نبتة بزاف شابا هي نبتة القرنفل الصيني نشوفوا الوردي والبانفساجي كذلك ريحانا طبعا جمعت عدة ألوان أخرى وأنواع أخرى هذه النبتة اللي جمعتهم في فيديو وتحصلت على هذو النبتتين هذوما باش نتعرفوا المشاهدين عليهم عندنا طبعا التسميتها هذه النبتة اللي هي اسمها العلمي ديانتس تشاينا اللي هي القرنفل الصيني طبعا اسمها يعني نقدرون قلوب لمستمد من البيئة اللي جت منها طبعا هي متواجدة في الصين من شأتها الموطنها الأصلي هو الصين متواجدة أيضا يعني في جنوب شرق آسيا يعني تزرع في أماكن أخرى حول العالم يعني الأماكن يكون فيها يكون فيها المناخ محتادر مم happily هذا النبت القرونفل فيه عدة أنواع كيل القرونفل اللي معروف للطبخ وللتداوي وكيل القرونفل اللي يكون نبات ديكور نبات زينة ونبات يعني المظهر هذا النبات القرونفل الصيني هو نبات ديكور يعني نزرعوه للديكور ويعطينا صورة جميلة يعطينا طاقة إيجابية طبعا نبات داخلي ولا خارجي هذا طبعا يكون نبات خارجي لأنه باش تخرج هذا الأزهار يجب أن يكون معارض لأشعة الشمس ولكن ما هي أشعة الشمس المباشرة؟ يعني يحب الضو يحب الضو بشي يخرجوا الأزهار عجباتك النبتة؟ عجبتني بزاف وشباب بزاف تخطو الكولار طبعاً هذه النبتة فيها ألوان متعددة بزاف ألوان مثل الأحمر الأبيض ولكن يعني اللون اللي يكون أكثر يعني تواجد هو اللون الأبيض اللي فيه بعض الأحمر والوردة أنا أشوفه اليوم عجبتنا الورد يظل فيها الأحمر والبان نفسها اللي عجبتني بزاف وحتى الأزهار دي فيهم ريح أنا ماشي كيف كيف؟ طبعاً كما قلنا باللي هذا القرنفل في حد ذاته فيه أنواع متعددة هذه النبتة القرنفل الصيني فيه نوعين نوع الأول اللي يكون فيه زهرة واحدة مع الأوراق الخضراء كما نشوفه الأوراق تكون طويلة وخضراء تقريباً فيها شوية من اللون الرمادي يعني مش الأخضر هذك اللون الأخضر اللي كما نعرف الأخضر لك الشباب اللي مفعم بالحيوية فيه شوية من اللون الرمادي طبعاً والنوع الثاني من القرنفل الصيني يكون وردة على شكل باقة يعني وردة واحدة تكون فيها عدة أزهار تأتيها على شكل باقة حتى الأوراق تحومها شكيف كيف؟ طبعاً مش كيف كيف يكون ورقة كما قلنا اللون الأخضر هذك الشباب واللون الأخضر اللي يكون فيها زهرة واحدة يجي تقريباً فيه شوية من اللون الرمادي هنشوفوا في الفيديو طريقة الغرس جالهم ربما يعني ميغرسوا فيهم فيه محبس برق ولا إصيس كما تقولين تيا إصيس أنا دائماً نستعمل شوية اللغة العربية اللغة العربية وحنا باش نبسطوها عليهم كامل نستعملوا الدرجة ولكن دائماً نقول إصيس ولا محبس باش المشاهدين باش كامل يفهمونا طبعاً طبقات المجتمعاتك تفهم أنا تقريباً نستعمل شوية اللغة العربية باش نعرف بهذه النباتات طبعاً هذا النبات القرنفل ما يحتاج مساحة كبيرة ما يحتاج مساحة كبيرة أولاً وما يحتاج عناية كبيرة يعني قاع الناس يقدروا يقتنيوا هذه النباتة يزرعوها ويتهلوا فيها ما يعني بالنسبة للرأي ما يكونش بزاف في فصل الصيف يعني يومياً في فصل الشيطاء يعني تقريباً يومين ولا ثلاثة في الأسبوع يعني كما دائماً نباتات اللي تكون هذه النباتات لما تكون الرأي بزيادة يعني فوق وش تحتاج هذا يسبب في يعني التربة ولا الجذور تتعفن وبالتالي راح تموت لنا النبتة يعني طبعاً لازم قبل المشاهدين يعني يحبوا يشروا أي نبتة طبعاً راح يتوجهوا للمشتالة باش يشوفوا الليلة يا إما يشروا بذرة بذرة تعال النبتة هذه ويزرعوها يا إما يشروها يعني تكون نبتة وكبرت ويتهلوا فيها يعني لازم لما يروح يتوجهوا للمشتالة يسألوا على النبتة هذه ويبحثوا عليها وتقريباً يدوغان المعلومات عليها من قبل صاحب المشتالة وللخابير في هذا الزرع وبالنسبة للورود اللي فيها يعني يبقوا على طول العام نقدر نقله لنبات معمر يعني نبات معمر على طول العام ولكن تقريباً نقدره ينقله عليه نبات شتوي بامتياز هذه تقريباً نباتات اللي في فصل الشتاء تبان كثر ولكن فصل الشتاء لما تكون أشياء الشمس يعني مش كين البرد وكين أشياء الشمس يعني مش لما تكون مغيمة الحالة ووشتها لما تكون أشياء الشمس وتكون شوية برودة هذه النبتة رح تريش هكو خاطر عن الورود جينا عالمون نلقى هم غير في فصل الربيع وشوية في الصيف طبعاً نبات القرون فلسطيني يعني يعد من ثاني أنواع الورود يعني القطف اللي باش نستعملوها في باقة الورود يعني يقدر تكون كهدية باقة الورود المتعددة يعني متعودين عليها بالورد العادي هذا هو يعني ثاني أنواع الورود قطفاً اللي يستعمل كهدية خاطر ألوان تعوشبه ونقل وردة واحدة فيها عدة ألوان عدد أنواع نقدر نغرس باقة عدة ألوان في أساس واحد نخلطوا بين الماء والغاز في أساس نقدر نزرعوا عدة أنواع ولكن يعني تقريباً نقدروا في أساس واحد يكون أكبر يعني تفصل بين الألوان المتعددة مش يجو شابين يعني يمدوا تنوع يمدوا تنوع يعني وطبعاً ربات البيت يقدروا يستعملوا هذا النبات كدكور خارجي لأنه وافظ ولا دخلات عمارات دخلات البيت ولا في العمارات في البالكون يقدروا يستعملوا كنبات كنبات معلقة خطر ما ياخدش بلاسة كبيرة يعني محبس صغير يقدر يكون كنبات إصيس معلقة ولا يقدر يكون يعني مالفين يشوفوهم يحطوا في النافذة هذك المحبس اللي جاي كبير يزرعوا فيها عدة نباتة أنواع مختلفة يعطينا صورة جميلة يعني يجي شباب نغروا في البالكون هكذا ورد كما هذي ولا محبس كما هذي يعني ما يمد منظر شباب كما قلت يعطينا منظر شباب ويعطينا طاقة إيجابية طبعا وشي لازم نعرف كذلك على هذه النباتة طبعا بنسبة لزراعة هذا النباتة ولا التكاثر لازم له يزرع بواسطة البذور طبعا البذور يعني نهاية نوفمبر تزرع هذه البذور طبعا يعني بنسبة للزرع في التربة لازم درجة الحرارة ما تقلش عن 17 درجة يعني طبعا لازم تكون هذيك التربة ولا الإصس يكون فيه تكون يعني تربة رطبة يعيما يكون في الأرض يعيما يكون في إصس ولكن طبعا لازم تكون لازم تكون هذيك التربة رطبة طبعا يعني لازم تكون أشعة الشمس ولما يعني لما ثلاث أسابيع بعد الزراعة يعني تظهر البراعيم الأولى ولا النبتة تبدأ تخرج لنا يعني لازم نعودون نقلو درجة الحرارة إلى 12 درجة بني حاجة سهلة لازم برك واحد يحترم كما يقولوا المناخ ودرجة الحرارة بش تنجح له هذي النبتة طبعا كما قلنا أنه هذا النبات يحب لدرجة الحرارة ولا المناخ المعتدل بما أنه رأنا في إحنا يعني الجزائر مناخ معتدل يعني نبتة هذي رح تنجح لنا ويعني جاي الربيع وفي الربيع لابن نابل الورد كامل بديت ولي جزاف شابة هذيك شوفي سبحان الله وين تكوني تمشي مثلا مش غير نبتة اللي معروفة أنه لازم نشروها حتى نبتة البرية هي في حد ذاتها تعطينا هذيك الريحة شابة وين تجوزي مثلا كمال تلقي ريحة ومنظر شباب كذلك نبتة مختلفة تعطينا هذيك الريحة ديجا في كي تنوذي صباح وتخرجي في الربيع تلقيك هذيك الريحة شابة عن نبتة هذيك اللي هو الصافي طبعا نشي في الربيع ما لا ريحانة في كي يدخل الربيع إن شاء الله كل يوم وردة أكيد ولو ورود مدى بينا أكيد إن شاء الله لابعا كي يجي موسم الورود رح ينكثروا من الورود ما نعرفو المشاهدين أكثر طريقة الزراعة والإعتناء إن شاء الله أيضا يعني أنا حبيت نوجه تحية طبعا تحية خاصة للصيد سيدالي العياشي صاحب المشتلة اللي متواجدة بالشراغة مشتلة الأوركيدي اللي دائما يعني يرفقنا بالنباتات المتنوعة وللورود اللي نعرفو المشاهدين بيها أكيد ونحيوه من هذا المنبر ومن بلاتو صباحكم مرد ريحانة أكيد طبعا يعني بالنسبة لمعلومات أخرى حول هذا النبات كما قلنا باللي هذا النبات معمر نبات شتوي يعني يقدر يوصل طول النبتة من 30 حتى 50 سنتيمتر عفوا مع أوراق خضراء كما قلنا ويكون فيها يعني بعض الأخضر شوية مع الرمادي كما قلنا أيضا أنه فيه ألوان متعددة تعطينا هذه الصورة الجميلة تعطينا الطاقة الإيجابية دائما كما نقول أكيد والأوراق تحاها هذه النبتة يعني البنفس الجيالي نشوفه ريحانة الأوراق تحاها تشبه شوية للافيرفان ولا حشيش تلويزا أكيد طبعا لو كان بلك جاي أشغل بالطول يعني كما يقولوا يقولوا بالأوراق إبارية تشغل جي طوانتو شوية أيوة طبعا من غير الشكلها الجميل هذه النبتة يعني فيها رائحة شوية يعني قد بتعطي رائحة شوية رائحة جميلة مش بزاف ولكن تعطينا هذه مش قطعة بسح فيها رائحة مش قطعة فيها رائحة أنا أشوفهم يغرس فيها يعني والألوان كما نشوفه ألوان تحهم شابين حاولت أنه يعني نوفر النبتتين يشوفوا الألوان تحهم أيضا نجمع لهم الألوان الأخرى ما قدرنا نتحصل عليها أنا عجبني هذا الفيولي وفيه البلون تاني بزا 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 شبا مع اللوان الأخضر هايل عجبتك نوفر عجبتني قلت لكم عجبتني الفيولي بكو بلش طبعا يعني كما قلنا باللي هذا النبات يزرع يعني في أماكن متعددة نقدرون نصرعوه في البالكون وفي الحدائق أمام الباب يعني في المساحات يعني مثلا في الطرقات نقدرون نحصرعوه يعني ما نشوفه في طريق هكا كينجوزوا على الأطور أو هكا كيكونوا بلايس يغرسوا فيهم يقدروا يغرسوا هذا النبات هو أنواع أخرى من القرنفل يعني كما قلنا باللي القرنفل فيه أنواع متعددة فيه أنواع كثيرة كما كنا شفنا الخديوجة كذلك تتغرسها كالتزيين كين هاد نبات أيضا هذا النبات يعني مش نبات مش كما نباتات الأخرى يعني يعني اللي بعضها يستعمل لغارة الطبي كما قلنا باللي هذا النبات كين القرنفل اللي يستعمل لغارة الطبي والمطبق هذا النبات يعني يستعمل لنبات ديكور وزينة فقط وبالنسبة لهذا النبات كذلك نشوفه أنه يقدروا يحطه في الدار عادي ما يخافوش على الأطفال كما بعض النباتات اللي تقدر تكون سامة نباتات نشوفه فيها ورود ريحانة ولا أزهار كما هذه لكن ما لازمش تمسيها بيدك وكتمسيها لازم تغسليه لذلك الناس لازم تتوخى الحادر من هذا الموضوع لازم طبعا أيضا كما قلنا لازم قبل ما تشري أي نبتة ولا أي حاجة من المشتلة لازم تعرف النبتة سقسع ليها إذا كانت نبات خارجي ولا داخلي إذا كانت سامة ولا ماشي سامة إذا كان نبات مزهر اللي تخرج فيه الأزهار ولنبات يكون فيه فقط نبات معمر وأخضر فقط نباتات اللي تستعمل نبات ديكور داخلي تكون لون أخضر فقط نساعدنا على تساعد على تنقية الجو سبحان الله ربي خلقنا عدد يعني زخم من أنواع النباتات قادرين نستعملوها في الديكور ونطول لمسة جميلة للبيوت وحتى في الخارج أكيد يعني تختلف نباتات والأعشاب كانت للتزيين كان كما قلت للتداوي والليتزان لأننا نشربها بعد الموسم يعني البرودة والعقريب طبعا هذه النبات كما نشوف الزهرة التاحة تجي زهرة متدرجة يقولون لها زهرة نجمية زهرة يعني شكل نجمة وهذه اللي مبدلها من ضرر وشكل الشباب هذو كلي كولا وهذا كتدرج اللي فيها مع المزيج جتع الأخضر كما قلنا أيضا شوي شكل على شكل باقة وبصح شوفي ثانيك الشكل التاحة هذه الوردة تكون أصغر من هذه الوردة الوردة الغاز اللي أنا نشوف فيها يعني يجي وردة واحدة وكبيرة والوردة اللي تكون في على شكل باقة تكون أصغر ويجو وردات يعني متصلين فيما بينهم ما ما شوفوا كتاح وردات يعودوا ينودوا وردات واحد اخرين يعني مشي نابات اللي راح يقولوا يموت لك خلاص ما تقدريش تخليها في الدار ولا لازم تخلص منه يعني كما قلنا سهل العناية ما يحتاج عناية كبيرة كما دائما نقول للمريم زالي تحب النبات اللي تكون نباتة سهلة العناية أيضا يعني هذا النبات كما كي عمل للناس كامل ناس يحبوا حاجات سهلة بس كامل خدامين كنساك يا رجال نوك يقول لك بلك ننساها بلك منع تانيش بيها بلك مع الضغط مع الاسيخ يلاسيون هر نبيع ريحانا ما جيت لحقي الدار هذا كوة تنسيت بشترات بي أمورك كامل نباتة بلك تنسيها برش تطهلي فيها يعني شوفي كما شفنا بكير يكون يحب الورد يكون يحب النباتات المستحيل ينساها يقدر تنوص بحربي بكيري تطهلي في النباتات تسقيقهم تنحي تقول لك عادة مام هي عادة جميلة أنك نضي صباح تقول لك إن أشخاص يشوفون نباتة كما أولادهم يشوفون بكيري سبحان الله كانوا يعني جدودنا والأهباء كانوا يهتموا بزاف بالنباتات يخصوا لهم وقت أيضا يعني شغل مش كي مضوكا مثلا نتخصي لها وقت صغير ما تلقيش بيت ما فيه شروك أخضر ولا بلعصة يخصوها للزراعة أيضا يعني تلقي أبارتمن صغيرة ومضيق وكاملا كني دير ومحبس كوان سبيسيال بالك في البالكون بالك للنباتات يعني نقدرون نقولوا بالنباتات كما هذه النباتات صغيرة وما تحتاج مساحة كبيرة نقدرون نخصوا لها يلو كان مكان صغير في البالكون ولا في المطبخ نحطوا نباتات متنوعة ما في المنزل نقدرون نستفادوا من نباتات اللي تكون داخلية ومنقية للجو وتساعدنا يعني تزرعنا الطاقة الإيجابية نقدرون نستعملوها في البيوت داخل البيوت كتريننا مثل هذه النباتات تريحنا يعني ناس كامل يحبوا البيت شتاحهم يكون شباب ومزين وحاجة بسيطان لي ما تاخدلكش وقت كبير وعناية كبيرة كأن النباتات ليكونوا شوية سنسيبل شوية عريح يموتوا شوية سخانة يموتوا لازم الداخل متخرجيهم شوية بدلتي لهم مكان ما حشي يحملو كيم بزاف نباتات من في الخارج ما تلزمش تغيري لها المكان أيضا يعني كما قلنا باللي كي تكون حتش لي نبتة لازم تعرف عليها تقدر نتابع لك مبالك مبتدأ في الزراعة أو للناباتات يقدر يقدر يسأل صاحب المشتلة ويتعرف عن نبتة كيف شيتها الله فيها راح تعيش وماتموش ميسغل هاوالو أكيد حاجة بسيطة ودايمنوا قولوا لازم يسقسيوا لازم يحاوسوا الفهموا قبل ما يقتنوا أي نبتة يعني كيشوفوا هكذا شباب ماذا بينا نعتنوا بها وخليوها ونحفظوا عليها نحفظوا عليها طبعا أكيد ما زل كي نبالك معلومات عليها احنا مجربينا نفصلوا لهم وخليو حتى كي ما يقولون حتى حاجة يخموا فيها وش قلنا وش ما قلنا طبعا يعني بالنسبة للإزهار والظهور الظهور كما قلنا باللي تظهر لما تكون أشعة الشمس أكثر يعني تكون فيها الحرارة تكون الحرارة الشمس أيضا بالنسبة لنقدرون نعملو نقدرون نعملو على إزارة الجذور اللي تكون اللي تكون صفراء ولا الأوراق باش باش نسرعوا عمليات النمو ولا ظهور للإظهار أناني حابة محبس واحد يكون مخلطي فيه لك ولا عضوك يقدر تكون محبس كبير تخلطي فيها الألوان تفصلي بيناتهم في كل محبس يعني في المحبس في كل يعني رقعة صغيرة تعالي المحبس تزرعي بالبذرة لون تعالي القرنفل وبعد كي يخرجوا يخرجوا لك ألوان متعددة هي لازم بودور ما تقدر يشت ديها هكا واجدة وترسجة لا هي تزرع بواسط البودور طبعا كما قلنا هذا هو الوقت تاحها باش تزرع البودور باش نظرنا النبتة كما هذي ريحنا جميلة مزكين ورد واحده خلا نجيب صبرا أنا كترين من ورد كترين من ورد طبعا لازم كتر من ورد شوف يعني شغل مشينا على سلسلة نبتة اللي كانت قديمة وعودنا تعرفنا لها الآن أنا في سلسلة حبيت نحكي بزاف على الورود يعني طبعا المشاهدين كي بدون نهارهم الألوان كذلك الألوان هذه الجميلة كتبدا نهارهم بيها ويحتاطيهم طاقة إيجابية احنا نشوفوا النساء حتى في المطبخ تلقى الألوان في المعن في الأكسسوارات يعني يحبوا الألوان يحبوا تنوع يحبوا تنوع يحبوا تنوع يحبوا تلقيهم كامل غوز ريحانة كل واحد لبالك اللون اللي يفضلوا ليفضلوا أنا شخافيغ الفيولي نزاف شباب الفيولي موش هكذا الفيولي اللي جاي يعني جاي موش باب متذرج كذلك مع اللون الأبيض يخرج بزاف شباب طبعا أنا على ما أظن باللي هذه النبتة رح تعجب بزاف اللي ربات البويوت ننسى لأن الألوانها بزاف شابين نعرفوا بلي نحن نحبوا بزاف هذيك اللمسة الأنثوية نحبوا الألوان الشابة أنا أظن باللي هذه النبتة نرى الدكاريحانة في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يطيبوا انفلاولا يديروا حاجة وصورة يحطوا قداموا انفلاولت هكايا بش يجي لفوتوشابة ويجي لها هذه الجمالية ما منشوفوا الورود ولا هاد الأزهار ولا لو يستعملوهم كذلك في تزيين الحلميات طبعا الورود التي تكون قابلة للأكل لا تكون ساما حتى لا تنتحدث ولا تكون ساما بالتبع بها بلك العرايش أو الكعيكات أو يستطيع ازلع الأكال والورود الطبيعي طبعا الورود الطبيعي سيأتي صورة أجمل للطابق والحلوات التي يقدموها إذن هذه نبتة تنهار اليوم ريحانا بلك إذا فعجبتني بزاف عجبوني لدو فلانت ما قلت لك توجو الموض لونك المفضل وقل أكيد أكيف قصيلي ريحانا أكيف قلت لي اليوم حتى لعندي أنا الفترة الموض في كل غاز لتشوفي كما قلت لك اللون هذية مام شغل يجذب للإنتي يجلب الانتباه بزاف اللون هذية مام لو كانت يعني ظهرت بالزهور كلها راح تزدي تحبيها ماما عزبتني كيفاش جايا جوران بوكي ماشي وحدة وحدة جورجين مجموعة كيف كيف وصغارها كيف يعني الشكل تحوم متحوف كما قولوا بالعملية متحوف يعني طبعا كما قلت لك تقدرين استعمليها هذي مع يقدرين استعملوها المشاهدين مثلا كهدية كورود باقة ورود يزيدون لها هذي القرنفل الصيني إن شاء الله يا تكسحاري حانا على هذي النبتة وعلى هذي المعلومات إن شاء الله المشاهدين تكون عد بدهم النبتة اليوم وإن شاء الله دائما نحاولوا أننا نجعل الركن الأخضر والغاردن مفاعل بالطاقة الإيجابية والورود الجميلة اللي تعطينا لمسة جزا في شبه إن شاء الله هذي حانا هذي حانا نتلقى بك في عدد آخر مع نبتة أخرى إن شاء الله شكرا وسهلا للعينة أكيد سهلا مشاهدين بعد أن وصلنا إلى ختام مع عدد اليوم إذا عندكم اقتراحات ولا أي حاجة تحبوا تقولوها مع لكم غير تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناتنا قنات جيل ديزادونا أنا مبقى لي غير نقولكم تهلا وفي رواحكم تهلا وفي صحتكم سلام موسيقى 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 موسيقى